أكثر من ثلاثين قتيلاً من الجيش التركي وعشرات الجرحة بقصف مفاجئ نفذته طائرات نظام الأسد بحسب المعلن كان صدمة للحكومة التركية وربما منعطفاً بعلاقاتها مع الحليف الروسي الشاهد الموقع على اتفاق سوتي القصة بدأت مع سراقب عندما سيطرت عليها قوات المعارضة السورية مدعومة بالجيش التركي وذهبت جهود روسيا ونظام الأسد هباء منثورة عندما قطع طريق دمشق حلب الدولي مرة أخرى لم تكن خسارة بلدة سراقب قاسية على نظام الأسد فحسب بل على روسيا أيضاً حيث لمست جدية تركية في قلب الموازين وفرض الخرائط بقوة السلاح فجاءت هذه الضربة للنقطة التركية في إدلب مفاجئة رغم وجود تفاهم بين روسيا وتركيا على الحفاظ على ما تسمى قواعد الاشتباك وتبادل المعلومات بشأن وجود جنود كل منهما في ساحة الصراع الرد التركي على هذه الحادثة جاء بشكل مباشر كل تجمعات قوات النظام في إدلب وحمى واللاذقية تعرضت لقصف كثيف استمر طيلة ليلة الجمعة مخلفاً عشرات القتل والجرحة من عناصر النظام والميليشيات الدولية التي تحركها إيران تداعية مقتل الجنود الأتراك على الناحية السياسية بدأت باتصالات تركية مع أمريكا ودول حلف الناتو لوضع الحلف أمام التزامات بنوده فيما يتعلق بتعرض أي دولة منه للاعتداء ما استدعى لاجتماع طارئ يعقده الحلف لمناقشة هذه التطورات خطوة أخرى اتخذتها تركيا فتحت حدودها لكل من يريد التوجه إلى أوروبا من اللاجئين متعذرة بعدم قدرتها على استعاب الكم الهائل من الهاربين من جحيم إدلب في حين يتفرج المجتمع الدولي على هذه المذبحة دون أن يحرك ساكنا معركة لم يعد خيارا غيرها ستخوضها تركيا منفردة عندما رأت أن حلفاءها الفرقاء مختلفون على كل شيء ويتفقون ضد مصالحها ونهضتها ودورها الإقليمي ترجمة نانسي قنقر